أعلنت سلطة الطيران المدني تحركاً حكومياً لرفع الحظر عن الطيران العراقي محذرةً من آثار استهداف المطارات المتحدث باسم سلطة الطيران جهات كاذم قال للوكالة الرسمية أن العمل جاراً على قدم وساق لرفع الحظر عن الطيران العراقي والمطارات مع المنظمة الدولية للطيران المدني الدولية مضيفاً أن استهداف المطارات العراقية بالصواريخ يؤثر في رفع الحظر شكرا